سألت الكابتان أحمد كوشري عن كهرباء أنا بقوله الأسماء هو اللي بيكمل الكرام كهرباء لا كهرباء يعني عامل حالة غير طبيعية يعني لعيب يبعد الوقت ده كله ويرجع بالشكل ده لا يبقى يبقى كهرباء كان مركزه وكان مستعده كويس وربنا بيكافؤه من مباراة للتانية بيبقى مؤثر بيبقى هو صاحب الجون هو صاحب دربة الجزاء هو لا كهرباء لعيب خطير خطير يعني حل أزمة اللجوم في النادي الآلي أو شايف لسه الأهلي عطبة أزمة في اللجوم لا الوقت الحالي حللة الأمانة يعني رجل بيسجل في كل مباراة لكن احنا بنقول على إن شاء الله المصب الجديد ضروري إن يبقى فيه مهاجم تسعة في النادي الآلي صريح من نوعية مهاجم تسعة تسعة بقى اللي هو شغوليته تسعة وأتمنى يكون لعب أفريقي مميز ليه لازم يبقى عندك الميكس التغيير يعني يكونوا مختلفين أنا ما بحبش اللعيبة اللي شابها بعض في أي مركز حتى لو سرد بكين ما يبقوش اللي اتنين هجمين بس ما يبقوش اللي اتنين لعب الكرة بس لازم بقى فيه واحد كده قوي والتاني عائل المهاجم لازم بقى فيه مهاجم يعني أنت تحب بالمناسبة يعني أنت تحب سنايات محمد عبد المنم وياسر بريم عن سنايات محمد عبد المنم ومحمود متولي أنا فهمت كده شاهدون مختلفين شواء أيو أيو أحب ياسر بريم مع عبد المنم أه أه هتسنى على عبد المنم ولا أتكلم مع لي برد خليني في كهربا الأول لو خلاص كهربا خش على عبد المنعم ماشي يعني كهربا لعيب كبير زي ما احنا قولنا عبد المنعم من ولاد النادي وممكن أنا مرنته في النادي الآلي لعيب متميز جدا أحسن لعب في مصر أحسن لعب في مصر في السنايات أي لاعب بيشتغل معه واحد ضد واحد محمد عبد المنم يعني تقريبا ما ممعديش محمد عبد المنم أفضل لعب وأحسن سردباك في مصر حاليا بلا منازه هو نقصه حاجة واحدة بس أتمنى يكون سامعني يعني ما يتعلاش شوية عكرة يعني بيعمل واحدة في كل مباراة المطشط اللي فات الحمد لله يعني ليه لأن عبد المنعم مش مطلوب منك المهارة والكرة معاك انت مطلوب منك تسلم الكرة السهلة ممكن أتناقش معك في ديها كابتر أحمد أتناقش معك فيها لو تسمح أه تفضل كتير قوي كتير على فاكرة معظم ديوف اللي بيقوا هنا بيقول نفس اللي رأي حلاج بطول ده يعني واضح أن كل حضراتكم خبراء الكرة واخدين نرأيكم في هذا الإطار بس أنا بسراحة برضو كمشاهد كرة بقال كتير ما شفتش مدافع عنده سيكة في نفسه يعني لما كرة تجيله بيقف عليها بيتحرك ما بيخافش ويروح مطلع الكرة ويروح مطفشها زي المتفعين اللي متشوفهم في أوروبا عشان كنا حتى أنا جيت قلت بك يا محمد منهم كواليتي لعب يلعب في أوروبا عادي جدا يمكن هم مش متعودين على مدافعين شبه دول يعني دايما موغدين على مدافع اللي بياخد الكرة تاكلينج إرمي في أي حتة وخلاص هو بس عشان يمكن عشان مدينا أتيتيوت انه هو وصف من نفسه ولكنه مش مغرور لا أنا مش بكلم في الجزئية دي بالعكس هو عم سكة في نفسه جدا ودي سكة مهمة بس ساعات بتبقى زيادة مع المدافع ما تنفعش بيجي في بعض المباريات مثلا يعني خد له مثلا 4-5 مباريات لازم يروح مباصي واحدة للمهاجم عايز يعمل كرة عرضية مش مطلوب من أنا الكرة يعني السردماج ده بتقوله السهل الأكتر اللي في وشك بتلعب له محمد عبد ميني عم ساعات بيجود بيجود في اللعبة عايز يعني يديها شكل عايز يعمل حاجة باصة اللي أنا مش هتلع أي حاجة انت مش هتعمل أسست يعني فهمني دي حاجات صغيرة دي بتبقى ثقة زايدة شوية لكن مش معنى كده اني بيقول لا طيما هو بيمسكه بيعديه بيلفه لا أنا باتكلم في ما يحسش بيعلاش على الكرة شوية عشان خطأ المدافع غير خطأ المهاجم خطأ هو محدش هيغطيه لكن المهاجم أو لعب خط النص فيه وراء لعيبة لكن خطأ هو هيتلعب بس أنا أصدف دي لكن هو لا لا هو أنا بقولك أحسن لعب أحسن سردباك في مصر مميز جدا في الكور العالية أفضل سردباك في الكور العالية كمان الكور المشتركة وخد بالك منها جدا في الصناعيات أحسن واحد في مصر بيعملها عظيم فبالتالي لعيب كبير لعيب كبير